السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة السابعة الدرس الأول المتطابقات المثلثية الجزء الثالث أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو التبسيط باستعمال التوزيع والمتطابقات التبسيط من خلال توحيد المقامات واستعمال المتطابقات التمهيد درست في الحصص السابقة المتطابقات المثلثية الأساسية ومتطابقات فيثغورس وأيضاً متطابقات الزاويتين المتتامتين وأخيراً متطابقات الدوار الفردية والدوار الزوجية تستعمل هذه المتطابقات لتبسيط مقادير مثلثية مختلفة الآن عزيز الطالب تدرب وقم بحل تمرين 11 و 14 صفحة 120 من الكتاب المدرسي بسط المقدار باستعمال المتطابقات الأساسية أو متطابقات في ثغورس لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل كيف تستطيع تبسيط المقدار هنا؟ ممتاز تستطيع استعمال متطابقة المقلوب وتعوض مكان secant y 1 over cosine y أما sine by over 2 minus y فتستطيع أن تستعمل متطابقات الزاويتين المتتامتين حيث أن sine by over 2 minus y equals cosine y ليصبح المقدار كما يلي والآن وبالتبسيط سينتج لديك قيمة المقدار equals 1 إذن ناتج تبسيط المقدار equals 1 والآن تمرين 14 1 minus cosine to the power 2 theta over sine theta لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل كيف تستطيع أن تبسط هذا المقدار؟ ممتاز تستطيع استعمال متطابقة في ثغورس في البسط وحيث أن sine to the power 2 theta plus cosine to the power 2 theta equals 1 فإن البسط يساوي sine to the power 2 theta والآن وبالتبسيط سينتج لديك المقدار سايم theta إذن ناتج تبسيط المقدار equals سايم theta والآن عزيز الطالب دعنا نناقش المثال الرابع صفحة 116 من الكتاب المدرسي بسط المقدار secant x plus 1 times secant x minus 1 over sine to the power 2 x لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل اكتب المقدار أمامك كيف تستطيع أن تبدأ بتبسيط هذا المقدار؟ ممتاز يذكرنا البسط هنا بمتطابقة الفرق بين مربعين ونستطيع أن نبدأ هنا المتطابقة من اليسار وبالتعويض عن a بسيكنت x وعن b ب1 سينتج لديك البسط secant to the power 2 x minus 1 هل تتذكر عزيز الطالب متطابقات في ثغورس؟ يمكنك أن تستعمل متطابقة في ثغورس ونبلس tan to the power 2 x equals secant to the power 2 x وبطرح ون من طرفي هذه المتطابقة ستحصل على قيمة البسط حيث أنه equals tan to the power 2 x وبعد ذلك يمكنك كتابة هذا المقدار على صورة tan to the power 2 x times 1 over sin to the power 2 x ومرة أخرى وباستعمال متطابقة ناتج القسمة عوض مكان tan x بsin x over cos x تستطيع الآن التبسيط بين البسط والمقام والآن ما هو مقلوب cos x؟ أحسنت secant x إذن عوض مكان 1 over cos to the power 2 x بsecant to the power 2 x وهكذا نكون قد بسطنا المقدار إلى أن وصلنا secant to the power 2 x وهذه هي أبسط صورة للمقدار الموجود في جذر السؤال والآن دعنا نلخص خطوات تبسيط المقدار لاحظ أننا بدأنا بمتطابقة الفرق بين مربعين وبعد ذلك قمنا باستعمال متطابقة فيثاغوروس وإحدى المتطابقات الأساسية ثم التبسيط وأخيرا قمنا باستعمال إحدى متطابقات المقلوب إذن الخطوات تتلخص في كيفية استعمال متطابقة الفرق بين مربعين ومتطابقات فيثاغوروس والمتطابقات المثلثية الأساسية والتبسيط إن لزم الأمر وبهذا يكون ناتج التبسيط secant to the power to x تستطيع أن تستعمل هذه المعادلة لتتأكد من إجابتك بيانيا وبفرض أن الطرف الأيسر هنا هو المعادلة الأولى استعمل الحاسب البيانية وقم بتمثيل هذه المعادلة وبعد ذلك افرض أن الطرف الثاني هو المعادلة الثانية ومر أخرى وباستعمال الحاسب البيانية مثل هذه المعادلة سيبدو لك أن التمثيل البياني للدالة الأولى وللدالة الثانية متماثلين كما هو متوقع رغم أن التمثيلين البيانيين للدالتين يبدوان متماثلين إلا أنه ثم تقيم في مجال y2 غير موجودة في مجال y1 من هذه القيم x equal 0 حيث أنها تجعل المقام في المعادلة الأولى equal 0 الآن عزيز الطالب حاول أن تحل تمدين 19 صفحة 120 من الكتاب المدرسي بسط المقدار للحصول على عدد ثابت أو على دالة دائرية أساسية ادعم إجابتك بيانيا الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل كيف تستطيع أن تبدأ بالتبسيط هنا؟ ممتاز تستطيع أن توزع negative على القوس التالي وبعد ذلك رتب الحدود حتى يتسنى لك استعمال متطابقات في ثغورس المتطابقة التي تستطيع استعمالها هنا أولاً وانبلس تان تذبور تو اكس إيكوال سيكن تذبور تو اكس وبطرح تان تذبور تو اكس من طرفي هذه المتطابقة ستحصل على أن الحد الأول مينس الحد الثاني إيكوالز ون وأيضاً باستعمال متطابقة وانبلس كوتان تذبور تو اكس إيكوالز كوسيكن تذبور تو اكس وذلك بطرح كوتان تذبور تو اكس من طرفي هذه المتطابقة فإن الحد الثالث مينس الحد الرابع إيكوالز ون وبالتالي فإن القيمة هنا إيكوالز تو إذن ناتج تبسيط المقدار إيكوالز تو تستطيع أن تتأكد من حلك بيانياً على اعتبار أن الطرف الأيسر هو عبارة عن المعادلة الأولى وعلى اعتبار أن الطرف الأيمن هو المعادلة الثانية لاحظ أن التمثيلين البيانيين متماثلين كما هو متوقع دعنا الآن عزيز الطالب نناقش المثال الخامس صفحة 116 من الكتاب المدرسي بسط المقدار كوسين إكس أوفر ون ماينس ساين إكس ماينس ساين إكس أوفر كوسين إكس لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل اكتب المقدار أمامك كيف تستطيع أن تبدأ بالحل هنا لاحظ أنك تستطيع استعمال إحدى المتطابقات الأساسية وتعوض عن ساين إكس أوفر كوسين إكس بتان إكس ولكن هذا لن يفيدنا ما رأيك أن نغير من شكل هذا المقدار ونوحد المقامات اضرب الحد الأول البسط والمقام بكوسين إكس واضرب الحد الثاني أيضاً البسط والمقام بون مينس ساين إكس لتحصل على المقدار بشكل جديد وبعد ذلك وزع نيجتف ساين إكس على القوس وأيضاً كوسين إكس تايمس كوسين إكس إيكولس كوسين تو ذا بور تو إكس ولوجود الآن كوسين تو ذا بور تو إكس بلاس ساين تو ذا بور تو إكس فإنك تستطيع استعمال متطابقة في ثغورس رتب الحدود لتحصل على أن كوسين تو ذا بور تو إكس بلاس ساين تو ذا بور تو إكس إيكولز ون والآن هناك تبصيط ون مينس ساين إكس في البسط والمقام وبعد ذلك ستحصل على ون أوفر كوسين إكس ما هو مقلوب كوسين إكس أحسنت إنه سيكنت إكس إذن النتيجة ستكون سيكنت إكس والآن عزيز الطالب لنلخص خطوات الحل لاحظ أننا بدأنا الحل بتوحيد المقامات وبعد ذلك استعملنا التوزيع وإحدى متطابقات في ثغورس وبعد ذلك التبسيط وإحدى المتطابقات الأساسية إذن لحل هذه المسألة لقد قمت بمجموعة من الخطوات بإمكانك أن لا تلتزم بالترتيب ولكن فكرة التبسيط كانت بأن تبدأ بتوحيد المقامات واستعمال مناسب لمتطابقات في ثغورس والمتطابقات الأساسية والتوزيع والتبسيط إن لزم الأمر إذن ناتج التبسيط هنا equal secant x والآن عزيز الطالب حاول أن تحل تمرين 25 صفحة 120 من الكتاب المدرسي وحد المقامات وبسط للحصول على مضاعف قوة دوال دائرية أساسية secant x over sin x minus sin x over cos x الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل كيف تستطيع أن تبدأ بالحل هنا؟ لاحظ عزيز الطالب أنه بإمكانك أن تبدأ بالحل بأكثر من طريقة ما رأيك أن نغير من شكل هذا المقدار ونوحد المقامات؟ ولاحظ الآن عزيز الطالب بعد توحيد المقامات أنه بإمكانك أن تستبدأ secant x ب1 over cos x وبالتبسيط ستجد أن البسط equals 1 minus sin to the power 2 x وباستعمال متطابقة في ثغوروس 1 minus sin to the power 2 x equals cos to the power 2 x والآن مرة أخرى وبالتبسيط سينتج لديك cos x over sin x وهذا مساوى لكوتان x هل تستطيع حل هذه المسألة بطريقة أخرى؟ لاحظ عزيز الطالب أنه بإمكانك أن تبدأ بالحل كما يليه هنا استبدأ secant x ب1 over cos x وبعد ذلك خذ 1 over cos x عاملا مشتركا وبتوحيد المقامات داخل القوس وباستعمال متطابقة في ثغوروس استبدل البسط بcos to the power 2 x ستجد أن هناك تبسيط لينتج لديك cos x over sin x وهذا مساوى لكوتان x إذن ناتج تبسيط المقدار هو كوتان x الآن عزيز الطالب تدرب وقم بحل تمرين 22 صفحة 120 من الكتاب المدرسي وحد المقامات وبسط للحصول على مضاعف قوى دوال دائرية أساسية 1 over 1 minus sin x plus 1 over 1 plus sin x الآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب قيم حلك من خلال تتباه خطوات الحل كما ستعرض أمامك لنتناقش الآن عزيز الطالب بخطوات الحل هنا لا تستطيع استخدام أي من متطابقات في ثغوروس أو المتطابقات الأساسية ولكن ماذا عن توحيد المقامات؟ أحسنت إذن وحد المقام وبعد ذلك لاحظ أنه في البسط لا داعي للأقواس جمع الحدود المتشابهة في البسط حيث أن 1 plus 1 equals 2 وسين x minus sin x equals 0 ولاحظ أيضا في المقام تستطيع استعمال متطابقة الفرق بين مربعين مرة أخرى في المقام 1 minus sin to the power 2x وباستعمال متطابقة في ثغوروس equal cosine to the power 2x بإمكانك أن تكتب هذا المقدار على صورة 2 times 1 over cosine x to the power 2 ما هو مقلوب cosine x؟ أحسنت إنه secant x وهذا مساوا للمقدار 2 secant to the power 2x وهذا هو ناتج تبسيط المقدار إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر